بسم الله بسم الله بتبدأ الحكاية بنفيسة اللي ما بتحبش اسمها خالص وعشان كده بيدلعوها بإيشا عايشة على أمل ان جارها وصديقها دين يصرح لها بحبه ويجي يخطبها ان شاء الله كل تصرفاته بتقول انه بيحبني أنا متأكدة مسجليها على التليفون كائن من المريخ وصورنا مع بعض ماليا قطي ودي بقى أختي كبيرة ساشا محجبة وبتشتعل في شركة كبيرة قوي قدام بيكلم إيشا بالليل فبتطلع له البلكونة وقال لها عايزك في موضوع مهم وطبعا افتكرته عايزي تجوزها وعملت فيها عروسة وبتدقل عليه بعدها بتنزل للصبح لماميتها واختها مستعجلك العيدة اختها بتقول لها عيد ملاد بابا النهاردة إيشا قالت لها واحنا مالنا ابقى خليه بقى يحتفل مع عائلته الجديدة اللي اختارها وماميتها تدايقت فأختها قالت لها شعر جميل كده هيتبهد المتراب والشمس لما تركبي العجلة بتاعتك إيشا قالت لها عايزة إيه يعني تقصدي تحجب صح؟ أتحجب ليه إن شاء الله عشان أحمي بابا من عذاب جهنم هو عمره حمانة أوراعة مشاعرنا أنا عايزة يدخل النار وماميتها قالت لها استغفري ربنا إيه بنتي الكلام ده؟ قالت لهم بلاش كلام فاضي وثابتهم عشان العربية اللي طلبتها وصلت ولسه خارجة لقيت دان في وشها عايزك في موضوع قالت له بعدين بعدين السواق مستنيني برا باي باي وبعد ما ماشيت السيشة خرجت له وبصت إيش عليهم لقيت واقف مع أختها بعدها الطريق كان واقف عشان في حدثة نزلت بص لقيت ولد صغير بينزف عشان خبطيته عربية فتخدت قوي والناس قالوا لها طلبنا الإسعاف بس اتأخرت فضلت تخبط وتتحيل على العربيات إن حد يوصله مستشفى محدش عبرها دانتوا لو في مصر كانوا شلوا على كتافهم وتبرعوا بدمهم ليه إيش هتسكت؟ لأ جرت على الطريق الثاني ووقفت عربية واحد بالعفية وركبت الطفل فيها وهو امتنح قالت له أنت لسه هتتصدم سوق بسرعة الولد شفيفه زرقت وهيموت في قدية راح الرجل موقف العربية وخد الولد منها وعمل له إسعافات أولية بسرعة قالت له أنت بتهبب إيه؟ قال لها لازم النزيف يقف وأول ما وصله دخل بيه المستشفى بسرعة وسلمه للممرضات والجاري على جوة وهي قالت للريسابشن إنها متطوعة في الصليب الأحمر الممرضة قالت لها حظك من السماء إنك قابلتي دكتور إليف وإيشة جاريت عليه تشكره قال لها مفيش ديعي وبعد إذنك بقى عشان معت طيارتي بعدها إيشة ركت لصحابها اللي بيحتفلوا بعيد ميلاد واحدة فيهم وده أنا قال لها مشيتي قبل مني لكن أنا وصلت قبلك واتصلت بيك كتير ما بترضيش فبتدور على تليفونها ما لقيتوش طب رن علي طب كده ويرن عليها كائن من المريخ والتليفون في عربية دكتور إليف اللي بيقول لنفسه نقصين هابل إحنا دي أكيد البنت المرووشة بتاعت الصبح وصاحبه تكلمه يتطمن عليه قال له فاتتني الطيارة قديني راجع لك يا سيدي اتبسطت كده ولما وصل صاحبه بيقوله إيه تليفون الحريمي ده قال له ده تليفون فتاة الصليب الأحمر اللي ضيعت عليها السفرية صاحبه قال له حلوة إليف قال له لا مش وقتك خالص قال له ما احنا بننور لك على عروسة بقالنا كم سنة اتجوزها واخلص إليف قال له لما لاقي واحدة مناسبة هتجوزها من غير ما أقولك وإيشة بتجرب ترن مع صحابها بس التليفون فصل شحل ودين قال لها ما تقلقيش هاوديك المستشفى نجيبه بس هروح المسجد هصلي الأول قالت له بس أنا مش عايزة صل لنا وصل للمسجد وقالت له هاستنيك خلص بسرعة فقال لها أنا عارف إنك مش دخلة من الأول وجي مين عشان يصلي دكتور إليف ما هو ما فيش مسجد غيره في البلد ودخل يتوضى ودين خارج والتنين قعدوا بعد الصلاة يقرق قرآن في المسجد بعدها دين خرج لقاها قعدة في الأرض مستنياة قال لها أعتقد ده وقت مناسب نتكلم فيه وبصراحة كده أنا بحب واحدة وعايز أتجوزها ومش عارف إيه الوقت المناسب عشان أقول لها وقيشة هتطير من الفرحة وقلبها دق جامد قالت له مين هي قال لها أختك سيشة عايز أتقدم لها تفتكري أقول لها إمتى وزي وقيشة تصدمت يعيني وقلبها وجعها قالت له أختي أنا قال لها لطيفة ورزينة ولبسها محترم متدينة محجبة إنتي لازم تساعديني في الحوار ده اتفقنا لإني مش متأكد هي هتوافق علي ولا لأ قالت له أنت كمان مش متأكد هتوافق عليك ولا لأ عموماً أنا لو ما كانها كنت وفقتها عليك على طول ما تقلقش بص أنا عايز أروح للمستشفى دلوقتي عشان أجيبي التليفون قال لها ما أنا هوصلك قالت له لأ أنا عايز أروح لوحدي روح أنت دلوقتي ورجبة إيشة التاكسي وبتمسح دموعها وتفتكر لحظاتها معين وقلبها مأهور ومش شايفة قدامها ولما وصلت المستشفى تسأل على التليفون ما حدش عارف يفيدها وحاولت تسألهم على دكتور إليف لكن ما فيهموش أصلاً يبتتكلم عن مين لأنها ناسي اسمه ولما روحت البيت على الغد بيسألوها مالك يا بنتي قالت لهم ولا حاجة بس التليفون يضع مني صحيح هو دين جين هنا النهاردة أختها قالت لها لأ بتسألي ليه ولا حاجة ونروح لدكتور إليف اللي فتح التليفون بعد ما شحنه لقى عليه رسائل كتير سابهم كلهم ولفت نظر الرسائل مخلوق من المريخ ففتحها وقرأها كلها وحس كده النعمور طابطة فتضايق ونروح لسيشة أختها اللي بعد ما صلت العيشة دين بعت لها مسج صليتي العيشة أولا لسه قبل ما نصليها جماعة إن شاء الله فاكرة لما صلينا الترويح والعيد في نفس المسجد خليها عيشة الأحلام ونروح لإيشة في قضيتها المسجة صوريتهم التلاتة سوى وهما أطفال وفتكرت لما كانوا بيلعبوا مع بعض ودخلت ساشا عليها أنا عارفة إنك بتكرهي الموضوع ده لكن لازم نروح لبابا في عيد ميلاده هنعيد علي ونتعشة بسرعة ونروح ساعة واحدة بس قالت لها أنت عارفة ردي وده قرار نهائي والله أنا مش عارفة أنت يوم ماما قدرتوا تسمحوا بالسهولة دي إزاي قالت لها يا بنت يا قلي بابا بقى عنده ستين سنة ومش بقي كتير في العمر وفرض علينا نبره تعالي معي هنا حتى شكريه على مصاريف جامعتك اللي بيدفعها لك قالت لها محدش طلب منه يدفع حاجة وإن كان على فلوسه هردها له أول ما تخرج واشتغل وراحت وهي متضايقة تدريب بتاعها وفضلت تطلع غلها في الضرب وجات صاحبتها الأنتين مين اللي مضايقك قوي كده قالت لها مفيش بقولك إيه هاتي تليفوني كان معم المكالمة وصاحبتها تضيطولها وقالت لها روحي جنب المسجد هتلاقي ناك إشارة وإيشة قربت فعلا من المسجد وسمعت قرآن من جوه وما فكرتش حتى تسمع ولا تدخل تصلي غلبانة ما تعرفش إن دواها عند اللي خلقها وركعتين في الوقت ده هم اللي هيهدوا قلبها واتصلت برقامها ودكتور إيه فرد عليها بقارف قالت له ننسي التليفوني في عربيتك ممكن تجيبهولي الجامعة لو سمحت قال لها أجيبهولي كيك الجامعة هو أنا شغالة عندك إنتي اللي نسيتي في عربيتي اللي ركبتيها بالعافية قالت له أوكي أوكي هجيلك أنا أخده قال لها مش فوض عندي محاضرات أيو أخده منك إمتى يعني بيعدي علينا بكرة يا شاطرة أنا ما عنديش وقت للتفاهات دي يا أناسة وقفل في الشهر وإش هتميته ومشيت وراحت عالجامعة لقيد دان في الشهر ولسه هيسألها عن أختها واحدة صاحبته مجد قالت المحاضرة بدأت إنتوا لسه وقفين فاطلعوا يجروا لنفسها وفجأة دخل الجامعة الراجل اللي غمض بسلامته والبنات بتقول مين الأمر ده ده شكله مساعد الدكتور الجديد يا بنات دخل المحاضرة وعرفهم بنفسه أنا دكتور إليف هدرس لكم مؤقتا مادة الكيمياء التحليلية واحدة قالت له مؤقتا لي يا دكتور ما تخليك هنا على طول نفض لها وقال التأخير مرفوض وعدم الالتزام مرفوض ولي مش هيعمل واجباته ما يحضر ليش مفهوم وقال لهم هسيب إيميلي مرة واحدة بس ومحدش يطلبوا مني تاني ودلوقتي هننده على الأسامي وتقدموا الواجبات بتاعتكم بتاعت الدكتور اللي طلبها في المحاضرة اللي فاتت وكله قام في دوره ونده اسمها نفيسة كايلة أكبر لأ ما هي إيشة بتاكل رزم على الملاكة دلوقتي حضرتك ولما مردتش نده وزعق تاني فقامت مفزوعة وأول ما شافها فتقرها هو أنت لما وقفته في الطريق وركبت عربيته بالعفية وإيشة لما شافته هو أنت هو يوم باين من أوله نهارنا مش فايت وبس خلاص لو عجبتك الحلقة قولي إيه رأيك في الكومنت وفي الحلقة الجاية هنشوف إيشة هتعمل إيه مع زوجها المستقبلي هتلاقيها قدامك على الشاشة باي باي